هذا الجسر العائم المتهالك هو الطريق المختصر الوحيد الذي يفصل قضاء الضلعية في محافظة صلاح الدين عن قضاء بلد وقرية بني سعد وليس أمام الأهالي للعبور من القضاء إلى ضفة الثانية سوى هذا الجسر الذي لم يعد كافيا للسيعاب كثرة المركبات المارة بعد الزيادة السكانية التي سجلت في القضاء المواطنون في قضاء الضلعية دأبوا على مطالبة الحكومات المتعاقبة في العراق بتحسين وضع الجسر الذي تضرر كثيرا جراء الحرب خصوصا الحرب الأخيرة على تنظيم الدولة وناشد المسؤولين بجسر عائم آخر ضمن مشاريع طرق وجسور صلاح الدين لما يمثله من شريان حياة مهم لهم الجسر مثل ما الشاهدون التعبون فالجسر انطالب الحكومة بانشاء جسر جديد لأن الجسر تجينا حالات مرضية حالات ولادة حالات خطرة في متأخر من الليل أما المسؤولون فيعولون على أخذ نصيب القضاء من التخصيصات المالية بعد إقرار الموازنة العامة خصوصا بعد القرار الحكومي باعتبار ضلوعية قضاء في محافظة صلاح الدين بعد أن كان ناحية وهو ما يستلزم صرف تخصيصات مالية كبيرة بما يتناسب مع احتياجات هذا القضاء المستحدث الحقيقة أكو هناك مطالبات من قبل المسؤولين في المحافظة ومن قبل أهالي قضاء ضلوعية لإنشاء هذا الجسر الثابت والذي سوف يكون حيوي ويكون مهم لمحافظة صلاح الدين ومهم كذلك لقضاء ضلوعية وبينما تركت آلة الحرب وراءها مخلفات وخسائر اقتصادية كبيرة في مشاريع خدمية وحيوية بخضاء ضلوعية الذي كان له نصيب من يد الحرب المدمرة يأمل الأهالي بأن تلتفت وزارة التخطيط لمناطقهم التي صمدت بوجه الحرب وأن تستمع لإمداءاتهم التي لم تتوقف منذ 15 عاما